الأسئلة الفقهية الأخرى الأخ هلال المخلدي أو المخلدي يقول في سورة مريم يقول الله تبارك تعالى يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين مقتضى أعمال الصلاة الترتيب والموالا بحيث يكون الركوع أولا ثم السجود أما في هذه الآية جاء الأمر بتقديم السجود على الركوع ما الغرض القرآني أو الحكمة في الآية نعم الحقيقة أن الركوع يرد في القرآن الكريم كناية عن مطلق الطاعة الأمر بالطاعة والانقياد لله تبارك وتعالى نعم وإن كان في هذا الموضع ينصرف إلى عبادة مخصوصة لكن لا يلزم أن يكون ترتيب أعمال الصلاة عندهم كترتيبها عندنا في شرعنا هذا الأمر الأول الأمر الثاني أنه لا يلزم أن يكون الذكر روعي فيه الترتيب وإنما روعي مطلق الأمر به لبيان للتدرج فيما هو أعظم منزلة وحظا عند الله تبارك وتعالى نعم أو لحكمة أخرى فلا يلزم في مراعاة في ترتيب الذكر أن يكون دالا ذلك على الموالاة في الفعل نفسه نعم بل قد تكون هناك حكمة أخرى وهنا نجل أن الأمر بالقنوط قد تقدم ثم بالسجود وهو أعظم مظاهر التذل لله تبارك وتعالى ثم العودة للأمر بالركوع مع الراكعين نعم فلا يلزم أن يكون ذلك دالا على أن الفعل في العبادة المأمور بها هناك هو على سبيل الموالاة بينها على سبيل ترتيبها أنها ترد كذلك وإنما قد يكون لحكمة أخرى ومنها بيان المنزلة كما يقول أن السجود أعظم في الدلالة على التذل لله تبارك وتعالى فكان أقرب إلى معنى القنوط المأمور به في بداية هذه الأوامر من الله تبارك وتعالى أقرب ما يكون المرء إلى ربه وهو ساجد ما يتعلق بهذه الآية البعض أو بعض العلماء يستشفروا بها في وجوب صلاة الجماعة لأنها جاءت بصيغة الجمع في حين أن الآية موجهة إلى مريم عليه السلام والجماعة في حق المرأ ليست واجبة نعم محسنتم ولذلك فإن أدلة لزوم الجماعة يعني هذا قد يكون باب الاستئناس نعم الأدلة غير هذا الدليل هذا من باب الاستئناس أكثر منه أن يكون استدلالا نعم وتعويلا على هذه الحجة وإنما سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم هي التي أخذ منها لزوم الجماعة على الأعيان نعم ترجمة نانسي قنقر